اشتركوا في القناة 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 تزداد ناقليتها وتوصيلها للتيار الكهربائي فالإجابة عندنا الصحيحة اللي هو الخيار بي نشوف الجزئية اللي عندنا اليوم ما يسمى بالدايود عندنا الأدوات الإلكترونية أنا كمقدمة أو كبداية بنتكلم فيها أو كبداية نتكلم بنقول عندنا أشباه المواصلات في عندنا ما يسمى بالدايود وفي عندنا ما يسمى بالترانزستور وعندنا ما يسمى بالدوائر المتكاملة يعني ثلاث أدوات في دروسنا اللي هي الأدوات الإلكترونية فأنا لو كتبت هنا لكم مثلا عندنا ما يسمى الدايود وعندنا ما يسمى الترانزستور وعندنا ما يسمى الدوائر المتكاملة طيب هذه ثلاث أدوات راح نتكلم عنهم بإذن الله تعالى في دروسنا اللي هي في الإلكترونيات اليوم بالذات الحصة هذه راح نتكلم عن أول أداهي اللي هي الدايود الترانزستور والدوائر المتكاملة بإذن الله راح نتكلم فيهم الحصة القادمة طيب إذن بنبدأ أول شيء بالدايود كسؤال الصورة هذه اللي قدامنا ممكن كلنا شفناها وممكن أنا في الحصص الماضية تكلمت فيها أو استعرضتها فمثلا عندي هذه الشريحة هذه الشريحة نفس اللي عس بورة هذه شريحة إلكترونية موجودة في أي جهاز كهربائي عندنا هذه الشرائح عادة تتكون من أدوات في الداخل أدوات تم دراستها مسبقا أو أخذناها وتعرفنا عليها وأدوات راح نتكلم عنها فيما بعد إذن هذه الشريحة موجودة في أي جهاز كهربائي تحتوي على أدوات وأجزاء إلكترونية منها ما هو تم دراستها مسبقا ومنه ما راح نتعرف عليه في الحصص القادمة فهذه الشريحة موجودة عندنا في أغلب أو في كل الأجهزة الكهربائية هل سبق لك وقمت في فتح جهاز الحاسب أو الجوال أو تعرفت على المكونات الداخلية هذه المكونات اللي عندنا الداخلية طيب ماذا يحدث عندما توصل أشباه المواصلات من النوع النوع B طيب عندنا اليوم جزئية بنتكلم فيها نحن درسل الحصة اللي راحت أنه عندنا أشباه المواصلات بعد المعالجة نوعين اللي هو السالب والموجب والسالب المسؤول فيه اللي هي الإلكترونات والموجب اللي هو الفجوات طيب وش بيصير عندنا لو عملنا على توصيل النوعين مع بعض هذا لاحظوا عندنا فيه الإلكترون الحر يعني هذه البلورة من النوع السالب وهذه البلورة لاحظوا فيها فجوة من النوع الموجب طيب وش اللي بيصير لو لحمناهم مع بعض أو صاروا مع بعض المنطقتين هذه طيب نشوف مثلا ناخذ مثلا نقطة ثانية أو نتعرف على الشريحة الثانية طيب هذا ما يسمى عندي بالدايوت أو الوصلة الثنائية اللي هو درسنا اليوم طيب الدايوت أو الوصلة الثنائية عبارة عن منطقتين أنا لو لاحظت عندي في الرسم اللي قدامي هنا كم يوجد عندي منطقة أو كم يوجد عندنا منطقة في الرسم اللي قدامنا عندي منطقتين ركزوا لي على الرسمة هذه هذه منطقة معالجة من النوع السالب اللي هو N هذا N وهذه منطقة من النوع الموجب المعالجة من النوع الموجب اللي هو P هنا الكترونات وهنا فجوات إذن هذه عبارة عن منطقتين هذه المنطقتين لما لحمت مع بعض أعطتني ما يسمى بالدايوت أو الوصلة الثنائية طيب فيه لو لاحظت أنا في المنطقة هذه اللي هنا منطقة فاضية هذه هذه نسميها الوصلة أو نسميها طبقة النضوب طيب إذن أنا الآن جالسة أتكلم عن مكونات الدايود إذن عندي اللي هو الجزء أو النوع السالب اللي هو البلور المعالجة من النوع السالب وهذا من النوع الموجب يعني إلكترونات فجوات هذه منطقة بينهم فاضية لتفصل بينهم اسمها طبقة النضوب أو الوصلة عادة المنطقة هذه تكون عازلة يعني غير موصلة طيب وش السبب؟ يعني نقول رديئة التوصيل السبب زي ما نشوف إحنا على السبورة قدامنا هل في هنا إلكترونات في المنطقة هذه أو فجوات؟ ما فيه إلكترونات ولا فجوات فلذلك المنطقة هذه نعتبرها منطقة ضعيفة ورديئة التوصيل طيب هذا الشكل نفس الشكل هذا بس جاب لنا بصيغة أو بشكل ثاني قال لك هذه المنطقة سالبة N إلكترونات وهذه المنطقة الموجبة P اللي هي الفجوات اللي هي البلورتين اللي تكلمنا عنهم الحصة اللي راحت اللي معالجة هذا في الوضع الطبيعي هذا اللي عندنا بنقول هذا عبارة عن دايود أو وصلة ثنائية طيب نشوف الجزئية اللي بعدها طيب الجزئية اللي بعدها أنا كطالب وش بتهمنا فيه الجزئية هذه الدايود عادة أو أي أداة إلكترونية عندنا لابد لها يكون رموز يعني نستخدمها في رسم الدوائر الإلكترونية الدايود نرمز له عادة بالرمز هذا طبعا شكله في الدوائر راح نشوفه بعد شوي بالشكل هذا يكون في الدوائر الإلكترونية اللي في الشرائح هذه الإلكترونية اللي عندنا في الأجهزة الكهربائية لما نجي نرسمه كدرسم دائرة إلكترونية بنستخدم الشكل هذا المثلث وهذا الخط اللي عند رأس المثلث هذا الكاثود يعني يمثل منطقة سالبة النوع N وهذا الأنود يمثل منطقة الموجبة اللي هو النوع P اللي قبل شوي تكلمنا عنهم زي ما درسنا أول أو سابقا أنه البطارية يرمز لها بالرمز هذا وأنه مثلا المقاومة أنها تكون بالرمز هذا هذه رموز كلها نستخدمها في الترمز لأجزاء الدائرة الكهربائية فهذا الرمز دائما يستخدم لنا عشان نعرف أنه هذا اللي عندنا يكون دايود شكل الدايود بالشكل هذا أو الوصل الثنائي بالشكل هذا طيب نشوف الشريحة اللي بعدها واش تتكلم فيه طيب املأ الفراغ التالي نشوف الش اللي عندنا يطلق على الحد الفاصل بين شبه الموصل من النوع P وشبه الموصل من النوع N بالطبقة أو نقول طبقة النظوب نقول طبقة النظوب وما هي طبقة النظوب؟ هي المنطقة رديئة التوصيل اللي لا يوجد فيها لا الكترونات ولا فجوات طيب نشوف الجزئية اللي بعدها كيف تتشكل طبقة النظوب؟ هذا الشكل طبقة النظوب أنا لو ركز زي ما قلت لكم قبل شوي هذه والله منطقة اسمها طبقة النظوب أو نسمونها الوصلة منطقة فاضية لا يوجد لا فيها الكترونات ولا فجوات وتتميز منها رديئة التوصيل عندنا طيب إذن الحين نحن جالسين نتكلم عن مكونات الدايود علل تعد طبقة النظوب رديئة التوصيل للكهرباء لماذا طبقة النظوب رديئة التوصيل؟ أنا تكلمت فيها قبل شوي لأنها نقول لأنها لا تحتوي على إلكترونات أو فجوات لأنه زي ما لاحظنا قبل شوي الإلكترونات والفجوات في الأطراف يمين وفي اليسار إذن تعد رديئة التوصيل السبب لأنها لا تحتوي على إلكترونات وعلى فجوات طيب نشوف اللي بعده كيف نجعل الدايود منحاز أماميا طيب إحنا الحين أو إحنا الحين في النقطة اللي قبل شوي تكلمنا عن مكونات الدايود تمام؟ الحين النقطة القادمة راح نتكلم كيف نصل الدايود أو كيف يربط في الدوائر عندنا طريقتين نوعين الربط الأول نسميه ربط أمامي أو انحياز أمامي أو نقول توصيل أمامي طيب هذه الطريقة الأولى إذن أنا ألاحظ الرسمة اللي عندي والملاحظة هذه أبشرح فيها جزئيات مهمة طيب هذه النوع المنطقة اليمنى أو الجزء الأيمن من الدايود اللي النوع السالب وهذا الموجب اللي هو الفجوات حلو طيب أنا لو طالعت فيه في الدائرة فيه مقاومة وفيه بطارية أنا لو طالعت الحين في الربط الأمامي أو التوصيل الأمامي ربطت هذا القطب يمثلي القطب السالب وهذا يمثلي القطب الموجب ربط السالب مع المنطقة السالبة وربط الموجب مع المنطقة الموجبة طيب هنا وش اللي بيصير أنا بعطيك تصور كطالب أو كطالب على الرسمة لو قلت السالب مع الإلكترنات راح تتنافر معها بتتجه في الاتجاه هذا طيب الموجب مع الفجوات راح تتنافر وتتجه في الاتجاه هذا صح؟ طيب حلو إذن طبقة النظوم كأنه يصير لها عملية ضغط يعني المساحة أو المسافة راح تقل عندي بالشكل هذا طيب قلت المسافة إذن هنا راح تنتقل الإلكترونات إلى الفجوات لأن هذا موجب وهذا هذا سالب وهذا موجب راح تنتقل الإلكترونات إلى الفجوات وتتقفى الفجوة كما الفجوات راح تنجد بجهة الإلكترونات طيب إذن في الحالة هذه انتقلت الإلكترونات من هنا لين هنا أصبحت في المنطقة هذه إلكترونات إذن هذا القطب موجب راح يسحبها لنا إذن في الحالة هذه اكتمل عندي أو مر التيار واكتملت الدائرة إذن هنا في حالة التوصيل الأمامي أول شيء راح يمر التيار الكهربائي عندنا في الدايوت يعني راح تكتمل الدائرة هذا واحد اثنين طبقة النضوب اللي عندي أنا زي ما شرحت قبل شوي عملية اتجاه الإلكترونات الفجوات راح تضييق أو تصغر طبقة النضوب فبالتالي تسمح لنا بمرور التيار الكهربائي هنا في الحالة هذه نقول وصلنا الدايوت توصيل أمامي يعني في الحالة هذه يمر التيار الكهربائي عندنا إذن هذا الشكل ما ننسى أنه في عملية الربط زي ما نشوف على السبورة ربطت طرف البطارية السالب مع المنطقة السالبة والموجب مع المنطقة الموجبة فلذلك أعطاني توصيل أمامي وراح يمر التيار الكهربائي في الدايوت طيب نشوف النقطة اللي بعدها كيف نجعل الدايوت منحاز عكسي يعني هذه الطريقة الثانية التوصيل الدايوت عكسيا يعني عندي تكلمت قبل شوي قلت واحد توصيل أمامي وهنا نقول توصيل عكسي طيب الأمامي عرفنا وبيمر طيار كهربائي طيب لما نجي على العكسي طيب نطالع في الرسمات نقارنها مع الرسمات اللي قبل شوي هذه المنطقة السالبة وهذه المنطقة الموجبة ألاحظ أن ربطنا الطرف الأيمن للبطارية اللي هو القطب الموجب هذا يمثل القطب الموجب وهذا السالب ربط مع المنطقة السالبة والسالب ربط مع المنطقة الموجبة طيب مو بيصير الحين عملية تجاذب بيصير عملية تجاذب طيب إذن ماذا يحدث لطبقة النظوب إذن هذه بتتجه هنا وهذه بتتجه هنا إذن طبقة النظوب راح تتسع يعني راح تكبر بالشكل هذا يعني تصير هنا وهنا يعني راح تكبر طبقة النظوم إذن الطبقة هذه لما تكبر عندنا إذن الحين أصبح الدايود عندي هنا كأنه مقاومة لا يمر التيار الكهربائي يعني في الحالة هذه توصيل الدايود توصيل عكسي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي والسبب شوفوا ربط الأقطاب مع بعض الموجب مع السالب المنطقة السالبة والسالب مع المنطقة الموجبة يصير عملية تجادب إذن طبقة النظوم راح تتسع إذن في الحالة هذه أو تكبر في الحالة هذه نقول عندنا الدايود أصبح يعمل عمل مقاومة لا يمر التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية إذن في حالة التوصيل العكسي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي يعني لما نربط الدايود في الدائرة الكهربائية على الربط اللي هو النوع الثاني العكسي لا يسمح بمرور التيار يعني كأننا نستخدمه هنا يعمل عمل المقاومة الكهربائية وإحنا لو رجعنا كعصف ذهني في قانون أوم في الفصل الدراسي الأول R تساوي V على I لما تزداد R ما علاقتها بI علاقة عكسية ازدادت المقاومة يقل التيار إذن هنا تزداد المقاومة يعمل عمل مقاومة يقطع علينا التيار الكهربائي إذن هذا في حالة الربط على الطريقة الثانية اللي هو الربط العكسي طيب نشوف الجزئية اللي بعدها أكمل الفراغ التالي ها عندنا رسمتين عندنا رسمتين الرسمة الأولى فيها الرسمة الأولى فيها عندنا ربطة بطريقة معينة الدايود والرسمة الثانية ربطة بطريقة معينة طيب أنا زي ما قلت هذا القطب السالب وهذا الموجب السالب ربط مع الموجب والموجب ربط مع القطب السالب إذن هذا انحياز نسميه انحياز عكسي طيب هنا السالب ربط مع السالب والموجب مع الموجب إذن هذا أمامي انحياز أمامي لأنه بيصير عندي طبقة النظوب راح تصغر أو يقل حجمها أو مساحتها وبالتالي يسمح مرور التيار الكهربائي إذن أنا دائماً أنتبه بطريقة الربط هنا في العكسي قلنا لا يمر التيار الكهربائي هنا يمر التيار الكهربائي طيب إذن هذه كمقارنة ما بين الدائرتين أو ما بين الربط للدايود في الدائرتين اللي قدامنا على السبورة طيب نشوف الجزئية اللي بعدها هذه الجزئية اللي تهمني والله بيجيني طلاب بيسألوني أنت شرحت لنا الحين تركيب الدايود وشرحت كيف يربط لنا في الدائر الكهربائية طيب وش الفائدة من الدايود؟ أنا الحين عرفت الدايود والأداء هذه الإلكترونية وش بتفيدني فيه؟ بتفيدني في حاجتين الحاجة الأولى لو طلعت هنا يعمل عمل المقاومات هذا في حالة الربط على الطريقة لانحياز العكسي يعني ممكن أستخدمها في الدايود الكهربائية كمقاومة تحكم في التيار ممكن أقطع التيار حلو هذه نقطة النقطة الثانية يعمل على تقويم التيار هذا يهمنا كمان تقويم التيار في إيش؟ في الأجهزة الإلكترونية في شاشات تلفزيون في الحاسبات وشغلة أي جهاز عندنا أي جهاز ممكن نستخدمه فيه كمقاوم أو يعمل على تقويم التيار طيب حلو طيب تقويم التيار يا أستاذ ما أنا عارفين وش معنى تقويم التيار طيب أنا بعلمكم الآن وش معنى تقويم التيار التيار عندنا إحنا درسناه أنه عندنا نوعين تيار متناوب أو متغير ومستمر طيب المتغير نعرف أنه يتغير اتجاهها عندنا يعني إحنا في الشرق الأوسط ممكن التيار عندنا المتناوب يتغير اتجاهها ستين مرة في الثانية طيب إذا معناته التيار اللي نستخدمه في المنازل عندنا من النوع المتناوب أو المتغير طيب إيش فائدة الدايود لما استخدمه في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يعمل على تقويم التيار يعني يحوله من متناوب إلى مستمر طيب كيف الطريقة؟ ركزوا معي في الرسمة هذه الرسمة هذه والله دالة الموجة هذه الموجة عندي تمثل موجب هذه تمثل التيار هذا في الطرف الموجب وهذا في السالب هذا في الطرف الموجب وهذا في السالب هنا طيب إذن هذا التيار هذا التيار المتغير يتغير اتجاهها طيب حطوا عندنا دائرة هنا حطوا دائرة ولو لاحظنا في الدائرة موجود عندي دايود إذن الدايود هذا إيش سوى عندي في التيار سوى عملية تقويم تقويم لو نلاحظ الحين صارت القمم موجودة في الجزء الموجب السالب اللغة يعني صار فيه اتجاه واحد حلو هذه الحالة أو الشكل هذا نسميه تيار نبضي في الفيزياء يعني على شكل نبضات شوفوا هنا في قمة مو في الموجب بعدين فاضية بعدين في قمة يعني يعطينا التيار كأنه نبضات طيب دخلوا في نفس الدائرة دايود ثاني صاروا اثنين دايود طيب هذه شكل الموجب طيب والسوالي في الشكل هذا لما صار فيه اثنين دايود عطاني القمم متتالي إذن أصبح التيار مستمر في اتجاه واحد اللي هو في اتجاه الموجب إذن هذه الفائدة الثانية اللي هي عملية تقويم التيار إذن فائدة الدايود عندنا أيضا أنه يعمل عمل مقاومة ويعمل على تقويم التيار الكهربائي ومعنى كلمة تقويم أنه يغير لي أو يمسح لي الجزء اللي في الاتجاه المخالف أو مثلا في الاتجاه الثاني مثلا السالب هذي شكل موجة التيار مرة موجب سالب موجب سالب اللغت عندي اللي في الجزء السفلي اللي هو السالب وبقى اللي في الجزء العلوي هنا صار تيار نفضي لو نلاحظ في الدائرة أضافه اثنين دايود بدل واحد صار اثنين يعني مضروري أن يكون عندنا دايود ممكن اثنين, ثلاثة, أربعة, خمسة على حسب الدائرة المصممة عندي فلذلك هنا لما أضافه واحد دايود وممكن يكون معنا مكثف في الدائرة إذن صار عندي التيار بالشكل هذا التيار مستمر في اتجاه واحد إذن هذه مهمة عندنا تقويم التيار إذن هذه من فوائد الدايود اللي نستخدم عندنا طيب نشوف الجزئيات اللي بعدها طيب الدايود أنتوا شايفين الشريحة اللي قبل شوي اللي عرضتها أنا معاي هذا تكبير لها صورتين طيب لو لاحظت الرسمة اللي عندي هنا أول شي قلونا نقول نكبر الرسمة هذه شوي طيب هذه الشريحة اللي استخدمتها قبل شوي أنا كطالب أو كشخص متابع ركز لي بالله هنا هذه اللي عندي هنا في المنطقة هذه أو نغير اللون عساس توضح معكم اللي في المنطقة هذه هذه وش تدل عليه الرسمات هذه الأسهم اللي الرمز الدايود طيب هذه الشريحة اللي قبل شوي عرضتها ممكن لو تتبعت في مناطق أخرى هنا في واحد هنا في واحد إذن في أشكال كثيرة في دايودات كثيرة في الشريحة اللي قبل شوي ممكن الجزئية هذه هل يكون فيها دايودات هل في دايود؟ إذن أنا طلعت هذا واحد اثنين هذا في واحد هنا موجود عندي إذن فيه كذا دايود عندي في الدائرة طيب إذن معناته الدايود ألاقيه في أي شريحة إلكترونية موجود عندي طيب شكل الدايود زي ما قلت لكم قبل شوي شكل الدايود شكل الدايود هذا هو موجود الوجه الآخر للشريحة هذه أشكال الدايود اللي هو الوصلة الثنائية إذن دائما الدايود نلاقينا متواجد معنا في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل عام طيب نشوف اللي بعده في علاقة رياضية عندي كيف نحسب من خلالها جهد الدائرة وجهد الدايود VB اللي هو جهد المصدر يساوي I في R اللي هو التيار في المقاومة زائداً VD اللي هو جهد الدايود عندنا أو الهبوط في جهد الدايود فمثلاً لو شفت هنا عندي سؤال عطاني سؤال على السريع قال لي احسب قال لي دايود مصنوع من السيليكون موصول بمصدر قدره ومقاوم مقداره هذه الـ R مقدارها كم؟ اللي هي 470 أوم طيب عام 400 إذا 470 أوم إذا عمل مصدر القدرة على انحياز الدايود إلى الأمام يعني بيوصل التيارة الحين في الدائرة وعد إلى جهده حتى أصبح التيار المار في الدايود 12 ميلي أمبير هذا I بتساوي 12 ميلي أمبير طيب فما مقدار جهد المصدر القدرة اللي هو VB إذا علمت أن الهبوط في جهد الدايود 70 من المئة فولت القانون عندي VB VB بتساوي I في R زائداً VD طيب أنا لما أعود تعويض مباشر أنا لاحظ أنه الـ I 12 ميلي أمبير لابدنا نحولها إلى الأمبير بنقسم على ألف لأنه الأمبير فيه ألف ميلي أمبير يعني تصبح عندنا 0.012 أمبير طيب أعود تعويض مباشر هذه 0.012 مضروبة في R كم مقدار المقاومة عندي؟ 470 زائداً اللي هو جهد المصدر كم عندي الجهد المصدر اللي يعطاني إياه 70 من المئة فولت عملية الضرب والجمع يعطيني VB تساوي تقريباً 6.3 فولت اللي هو الجهد للدائرة وجهد المصدر القدرة في الدائرة الكهربائية لقدامنا هذا تعويض على القانو بشكل مباشر طيب فيما يسمى الدايود المشع ما هو الدايود المشع؟ هذه الأشكال نشوفها دائماً هي دايودات تعطي أطوال موجية محددة يعني ألوان ممكن أخضر أزرق أحمر طيب الدايود هو عبارة عن مزيج من الجاليوم والألمنيوم والزرنيخ والفسفور تجمع وتمزج مع بعض ويعطيني دايودات نسميها دايودات مشعة اللي هو اللذ يعني تعطيني أطوال موجية محددة طيب استخداماتها هذه وين موجودة عندنا؟ في الماسحات الضعوية في الأسواق وفي مشغلات الأقراص المدمجة إذن هذا كتطبيق أو هذا كشيء نحن نشوفه في الواقع عندنا اليوم يسمى الدايود المشع طيب في الانحياز الأمامي للدايود المادة شبه الموصلة من النوع B توصل بقطب البطارية قلنا الانحياز الأمامي B الموجب يوصل بالقطب الموجب اللي هو الخيار أي؟ الخيار أو الإجابة الصحيحة طيب عندي هنا رسمة عندي هنا رسمة وبتهمنا الرسمة هذه نتعرف على أشياء موجودة فيها طيب الرسمة هذه وشيء هذه مخطط أول شيء لدائرة راديو AM ومزودة بلت يعطينا إضاءة أو كمصباح إضاءة هذه الدائرة موجودة عندي في الواقع وستعرضها لكم بعد شوي فيها أجزاء درسناها أول وأجزاء أخذناها اليوم هذا والله الرمز هذا رمز الدايود المشع عندنا طيب هذا الدايود اللي درسناه اليوم هذه المقاومة اللي احنا نعرفها هذه يرمز لها القطعة هذه بـ IC وراح أذكركم فيها الحصة القادمة هذه عندنا مقاومة متغيرة هذا عندنا سماعة هذا عندنا مكثف إذا احنا نعرف المكثف اللي درسناها كلها أشياء مدروسة مسبقا هذا مصدر للتيال الكهربائي في الدائرة الإلكترونية اللي معنا هذه دائرة راديو مبسطة عشان نثبت أنه الدايود عندنا يستخدم في جميع الدوائر ومنها زي ما قلنا في جميع الأجهزة احنا اليوم جبنا مثال مبسط على دائرة راديو يعني الراديو مسجلات الصوت والنظام الصوتي في السيارات في المنازل دوائر معقدة إلكترونيا احنا عندنا دائرة مبسطة وفيها الدايود بنشوف الدائرة هذه اللي هي مربوطة مع الرسم اللي عندنا على السبورة طيب نشوف الدائرة هذه هي بالشكل هذا هذه اللي موجودة على السبورة احنا لما نتكلم الحين بنقول هذه الدائرة تحتوي على بطاريات هذه اللي هي تمثل عندنا أسلاك موصلة هذه هي المقاومة هذا الدايود هذا الليد الدايود الليد هذا مقاومة هذا مكثف هذه مقاومة متغيرة هذا مفتاح وراح أسألكم فيه سؤال أقول هذا المفتاح أخذناه في الفصل الدراسي الأول كيف نبحث عن الموجة والتردد وش اسم القطعة هذه أنا ما رح أقولها لكم انتوا تبحثوا عنها وعندنا المكبر الصوت وعندنا بقية الأجزاء هذه اللي تمثل الموصل احنا بنشوف هل بتشتغل عندنا الدائرة أو هل الدائرة البسيطة هذه اللي تمثل راديو راح بتشتغل معنا ولا لا طيب هذه بنعتبرها احنا دوائر بسيطة دوائر كهربائية بسيطة طيب هذه هي هذا المكبر بنحطه هنا مكبر الصوت الدائرة دائما يبغالها تثبيت طيب هذه هي الدائرة وبنحاول الحين أنه بنشغل الدائرة وبنشوف بتشتغل معنا ولا لا هذه المقاومة المتغيرة اللي دائما نغير قيمتها هذا اللي بنبحث فيه عن هذا اللي بنبحث فيه عن الموجة إذن إحنا نسمع الحين تردد طبعا هذا الدايوت مشعع الحين بس ممكن ما نشوفه في الصورة طيب 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 إحنا شوفنا الحين الدائرة شغالة دائرة راديو بسيطة طيب وفيه صوت عندنا طيب أنا وش راح أستفيدة الحين راح أنا كطالب أعرف أن الدوائر الدوائر الإلكترونية عندنا عادة يكون فيها أشياء درسناها مسبقا يعني مثلا زي المقاومات إحنا أخذناها زي المكثف زي المقاومة المتغيرة كل هذه مدروسة مسبقا أخذناها أول هذا اليوم اللي أخذناه اللي هو الدايوت الليت المشع والدايوت العادي عندنا هذه بسيطة دائرة بسيطة لدائرة راديو فلابد من القطع والأجزاء هذه الإلكترونية تكون موجودة في الدائرة هذه طيب لما نتكلم على يعني نطاق أوسع دوائر معقدة زي في السيارات في المنازل لابد يكون فيها دايودات ولو لاحظنا هذه الدائرة البسيطة إذن هذه أشياء كلها مدروسة ونأخذها ونستفيد منها فلذلك الدايوت عندنا هنا في الدائرة هذه كان عمل عملية تقويم للتيار وهذه دائرة ونحن ممكن نتضح لكم الصوت دائرة قناة راديو أم هذه الجزئية اللي كنت أبحث فيها عن التردد اللي كنت أدور عليه أو أبحث عنه في الدائرة هذه درسناها أول الفصل الدراسي الأول ما اسم القطعة هذه كل طالب أو طالبة يحاول أن يستذكر ويسترجع ما اسم القطعة هذه نبحث فيها عن التردد للموجة المستقبلة نستقبلها عبر الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية عندنا طيب كانت هذه الجزئية طبعا مرتبطة هذا الشرح أو هذا المخطط مخطط الدائرة عندنا طبعا كذا نكون إن شاء الله نوصلنا لنهاية الدرس بس الجزئية الأخيرة اللي راح أتكلم فيها كتقويم نهائي لنا وش اللي استفدنا اليوم وش اللي أخذنا في درسنا أخذنا أنه الأدوات المصنوعة من أشباه الموصلات تركيبها أنها عبارة عن قطع صغيرة من مادة شبهم وصلنا من النوع N و B وأخذنا أنه في الدايود عندنا يسمى الحد الفاصل ما بين القطعتين ال P وال N بطبقة النظوب طبعا هذا شكل الدايود هذا لما ينحاز انحياز أمامي وعكسي طبعا هذا بيكون انحياز أمامي وهذا راح يكون انحياز عكسي يعني طريقة توصيله في الدوائر استخدامها تقولنا يعمل عمل المقاومة ممكن يعمل عمل المقاومة وتقويم التيار في الدوائر الكهربائية أو في الأجهزة الإلكترونية والحاسبات والتلفزيون وجهزة الأقراص المدمجة إذن دائما الدايود عندنا هذه فائدة والرمز الدايود اللي أخذنا لما نشوفه هذا في الدوائر نعرف وش فائدة في الدائرة الإلكترونية إما أن يقوم لك التيار أو ممكن يوضع يعمل عمل مقاومة كهربائية للدائرة كان هذا نهاية موضوعنا اليوم أتمنى أنها وصلت لكم الصورة بشكل واضح وإن شاء الله راح نشوفكم الحص القادمة بإذن الله في الدرس الثاني اللي هو ترانزستو والدوائر المتكاملة أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة